اشتركوا في القناة 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 الذي يساعد الناس طبيعيا في الحفاظ على وزن صحي يهدف الى قتل الرغبة في تناول الوجبات السريعة عند حقن العلاج والفئران فقدت 5% من الدهون اللي في جسمها خلال 5 ايام على امل ان يكون المادة الكيميائية اللي اسمها ACBP تأثير مماثل لدى البشر خلي اخذوني ان يجربون عليها ما في مشكلة هم يبونهم حين على الفئران يحتاجون بشر بنزير بنجرم وبخبركم النتيجة ان شاء الله وتعمل المادة المطورة على تغذية الخلايا النجمية التي تنقل الاختلافات في الاحماض الدهنية والدهون في الدم الى الخلايا العصبية في عملية هامة لمعالجة المعلومات وبفضل ذلك يمكن للدماغ ضبط استهلاك الطعام ونفقات الطاقة بهدف العلاج على النحافة ويستهدف العلاج منطقة ما تحت المهاد دائرة الجوع هي منطقة في الدماغ طبعا وهي مفتاح السيطرة على الشهية يعني هذه المادة اللي ميحقلونها في الفئران تروح لهذه منطقة في الدماغ هذه المنطقة مسؤولة عن السيطرة على الشهية البروفيسور تيري ألكور من جامعة مونتريال شو قال قال كشفت فحوصات مختبر نيوتري نيورو عن الخلايا العصبية التي تقلل من تناور الطعام هالخلايا شو اسمها اسمها POMC وهي على اتصال وثيق بالخلايا النجمية اللي تنتج البروتين ACBP في منطقة معينة من الدماغ تعد هالاتصال يعتبر ضرورة للتحكم في التغذية والتمثيل الغذائي وتحتوي على نوعين من الخلايا العصبية بوظائف متعارضة الكويربعد قال تفسر الطفرات الوراثية ما بين 5 إلى 10% من حالات السمنة فقط 5 إلى 10% من حالات السمنة بسبب الطفرة الوراثية التسعين باجي بارك الله فيكم معرفة من وانتي ومن بين هذه الحالات ترتبط نسبة كبيرة بالقطاع المسار العصبي المعروف باسم مسار الميلانوكورتيني الميلانوكورتين وفي الفئران المعدل وراثيا لتكون بدينة لاحظنا أن حقناها يوميا بهالبروتين ACBP أدى إلى تقليل تناول الطعام وفقدان الوزن بحدود 5% على مدار 5 أيام وتبين أن اكتشاف الأسباب العصبية للسمنة يمكن أن يحارب أحد أكبر المشكلات الصحية في العالم ودخلت الدراسة التي نشرت في مجلة التحقيقات السريرية في مرحلة البحث الأساسية مع تنفيذ تجارب مخبرية على الفئران إنسان بارك الله فيكم شو تقول الدراسة تقول أولا أهم نقطة أنا بشدد عليها لأن أدري واحد من الناس بات شرحيون العيادات يقول دكتورة إحنا متان أو وزننا زايد بسبب الطفرة الوراثية الطفرة الوراثية فقط 5 إلى 10% فقط الباجي الأسباب أخرى كنا نعرفها ما بنناقشها فالدراسة هاي شو تقول فيه بروتين هذا البروتين مسؤول عن الشبع عشان نفهم لحد الدراسة شو تقول الدراسة طويلة شوية هذا البروتين مسؤول عن إحساسنا بالشبع ويسيطر على شهيتنا لما يحقنون هذا البروتين فهذه الفئران اكتشفوا إن الفئران يستوي عندها تحكم أفضل في الشهية وبالأساس أي نوع من الشهية اللي يسمونها بالنجيزة المنطقة شو يعني المنطقة يعني تعفوين ما تكونتوا ياسين وفجأة ولحظوا الدراسة كانت على وجبات السريعة ليش الوجبات السريعة شو يستوي أنت تكون قاعد تحس عنك يوعان فجأة تبقى شيء سريع تبقى الحين تاكل فتطلب أسرع الشيء هي الوجبة السريعة لأن تطلب يا دوب تطلب من أول نافذة توصل آخر نافذة الوجبة واصلة عندك فهذا يسمون المنطقة يعني أنت خلاص يا شيء بارك تبقى تاكل الحين الحين فهذا البروتين يساعد الناس في السيطرة على هذا النوع من الشهية الشهية لتكون فجائية وتخيل واحد يلتهم أنا بقول يلتهم لأن في مثل الحالات أنا أتوقع إحنا ما نقوم في وعينا 100% لو نتذكر عقب شو طلبنا ننصدم من كميات الأكل إحنا كناها في غير وعينا لأن إحنا تركنا العنان لعقلنا المركز الشهية هذا هو يتحكم وبالتالي نطلب أكثر نطلب أكبر بطاطا نطلب أكبر عصير بارد وثلج زيادة نطلب أكبر بيرجر ونزيد على الجبن ونزيد على كتشب ومايونيز نطلب واحد أشياء ممكن في الحالة الطبيعية لو إحنا شوي مثل بيقول وقفنا شوي وفكرنا وحلنا الموضوع ما بنطلب كل هذا الأكل فهذا البروتين يتحكم في هذا النوع من الشهية وما يخفى علينا إن كثير من الناس وإحنا منهم يعني هذا النوع من الأكل تراول الأكل هو سابر رئيسي في زيادة الوزن لما أنت تحس عمرك جائع جدا والحين تواكل أسرع شيء جدامك وهذا يؤدي طبعا الخربطة في البيت لما ناكل حلوية بكميات كبيرة وما يكون جوع حقيقي يكون جوع مستتر يخلينا ما نفكر في شو رح ناكل عكس الجوع اللي عادي تعافون لما مثلا أنت مثلا الحين مثلا أفكر شو بفطر يكون تفكير منطقي مثلا أفكر أقول مثلا بنسوي شربة بنسوي صلطة طبعا نحن صيام مجبورين وما ناكل شيء بس لو كان وقت فطر وحين مثلا نحن يعانى ممكن أقول شو عندكم في المكتب آه في حلاوة هاتو وممكن تأكلون كميات أكثر من المسموح بها فهالدراسة إن شاء الله إذا طبقت على البشر معني أنا ضد أي شيء يحقن يعني أننا لازم والله يحقنون بروتين عشان أتحكم بالشهية لازم نسوي عملية تصغير معدى عشان أتحكم في شهيتي أنا أقدر أتحكم بجسمي أفضل من أي عملية من أي بروتين من أي حقنة من أي بوتوكس من أي شيء ثاني نحن نستطيع أن نتحكم نحن نملك زمام المبادرة وزمام الأمور لما يلعقلنا وشهيتنا وطريقة أكلنا ونظام حياتنا ما عندما نحتاج بروتين لكن ممكن نساعد بعض الحالات المعينة إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل الحين ونكمل مشوار الحديث عن الطعام وكيف نستفيد التغذية فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم أرقام التواصل على 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 ونواصل عزائي المستمعين أيام المباركة مع شهر رمضان الكريم وحديثنا عن الغداء والتغذية والصيام والأنماط الصحية حتى نحفظ صحتنا ولياقتنا البدنية بشكل سليم دون الدخول في أي مشاكل بسبب الإفراط في نوع معين من الأكل أو الحرمان من غذاء ممكن يحتاجها الجسم عشان نتكلم عن هذه العادات الصحية في رمضان ضيفتنا اليوم إن شاء الله هي الأستاذة عايشة الحمادي أخصائي التغذية في إدارة التغذية السريرية فيها تصاحب دبي بتكون معنا عن طريق الهاتف صباحة شوارد أستاذة عايشة صباحة نور دكتورة أهلاً فيك ورمضان مبارك عليك وعلى الأسرة الكريمة علينا وعليكم إن شاء الله إن شاء الله أستاذة عايشة تحتينا عن شو هي العادات الصحية اللي ممكن اللي طافة العشر الأوائل من رمضان إنه يستفيد في تغيير لعادات صحية أكثر شو العادات الصحية الممكن الواحد أحين يكتسبها عشان يكم رمضان بصحة وسعادة هو يعتبر شهر رمضان فرصة لتحسين العادات الغذائية الغير صحية والتي تأثر بشكل سلبي على صحتنا والالتزام بالعادات الغذائية الصحية راح أتكلم اليوم عن بعض العادات الأساسية لقضاء صيام صحي في رمضان وتستفر معنا إن شاء الله العقب رمضان ومنها أول شيء شرب ثمان أكواب من الماء يومياً من الفطور للسحور والتعويض بالأطعمة الغنية بالماء لتجنب العطش والإنساق لأن خلال فترة الصوم وائد ينصون الماء لأنهم خلاص معتمدين على الأكل أكثر صح ثاني شيء لازم يتناولون وجبات متنوعة ومتوازنة وما يرقصون على صف واحد بالأكل مثل العيش أو الخبز به والحرص على تناول نشويات بروتينات الخضروات والفواكه وأهمهم بشكل خاص لازم يحرصون على تناول الخضروات والسلطات في وجبات الفطور والسحور لأن فيها وايد من البتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتساعدنا في نفس الوقت في التغلب على الجوع في نهار رمضان ثالث شيء لازم يجنبون تناول أطعمة دسمة والدهنية لأنها تعرض الجسم لعصر الهضم زيادة الوزن وغيرها المشاكل الصحية أيضا لازم يتأكدون من مضغط طعام جيدا ولازم يتعدون على أطعمة العالية بالملح البهارات التوابل خاصة في السحور عشان يجنبون العطش الشديد السادس نقطة لدينا هي الحرص على التقليل من مشروبات العالية بالكفايين مثل الشاي القهوال مشروبات الطاقة وتجنبها على السحور خاصة لأنها أيضا سبب جفاؤ الجسم والشعور بالعطش النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات للحصول على الراحة العقلية والبدنية الكافية لأن في رمضان أغلبهم ينامون ساعات أقل مما يسبب الشعور بالتعب في نهار رمضان ويؤدي إلى إنتاجية أقل وأخيرا ما ننسى أهمية ممارسة الرياضة سواء كان ماشي أو أي نشاط بدني لمدة لا تقل النفطة عيوميا لما فيها من فوائد عظيمة للجسم والصحة العامة ممتاز أستاذ عاشا دائما الناس في رمضان مثلما قلت ما يشربوا ماء كافي يحسون أن الماء مثلما يقولون ما لا مكان يعني بوصل الأكل والعصايا شو الأكلات الغنية بالماء إلا ممكن واحد يأخذها يعني بالإضافة لشرب الماء طبعا ما في شيء يغناء عن شرب الماء لكن شو الأكلات ممكن دخلها مع الفطور أو بعد الفطور تساعد الجسم أنه يعوض جزء من الماء اللي فقدها خلال الصيام نحن دائما نحرف المراجعين ومستمعين أنه لازم يكون في وجبة الفطور الشربة لأن الشربة عالية بالسوائل نفس الوقت الخضروات والفواكة فيها نسبة كبيرة من السوائل خاصة مثلا الأخيار الطماط الفواكة منها مثلا الفراولة البطيخ هذين فيهم بحدود 90% وأكثر من الماء فلو يحطون هالوجبات بين الفطور والسحور راح إن شاء الله يعوضون السوائل الكافية ممتاز شو بالنسبة للفواكه في رمضان دائما الناس ما تعرف وين تحط الفواكه في رمضان فيه ناس تحط على صفرات الفطور فيه ناس ما تنساها نهائيا فمتى أفضل وقت نتناول الفواكه وإذا فيه عندك بعض النصائح يعني طبعا كل فواكه زينة لكن شو اللي تنصحين فيه ناس تسهلك أكثر من غير فرمضان من ناحية الفواكه هو تشوفي في رمضان الناس أكثر شوية معتمدين بس على الفطور والسحور وإحنا دائما ننصح ياخذوا وجبات صغيرة مقسمينها على طول اليوم من الفطور للسحور عشان أول شي ما يحسون بالتخمة ونفس الوقت يقدرون ياخذوا كل العناص الغذائية اللي لازم الجسم يحتاجها منها الفواكه الخضرة من الفواكه اللي ننصح فيها تقريبا مثل ما قلت البطيخ الشمام الفراولة هالأشياء تكون وايد عالية بالماء والفواكه بشكل عام أصلا كلها تحتوي على ماء فوايض هوايد عالية ممتاز أستاذة عايشة بالنسبة للشرب الماء والعصار بشكل عام فرمضان تلاقين واحد معشان الصيام والشوية يكون الجوحار فتلاقين مشروبات هاي دائما لتكون باردة يحطون فيها ثلج زيادة فدائما حين ننصح أن هذا غير صحي للمعدة ممكن تكلمين شوية أكثر عن هذه العادة الغذائية الغير صحية ونصح لأن إذا كنا طائنين طول اليوم على معدى صادية ونين نفطر مثلا ماي وايد بارد أو عصير وايد بارد هذا وايد سيبطئ الهضم حتى المعدة ستحس بسوء الهضم فعشان يفطرون أشياء وشي دافية منها الشوربة ويعقوا ينتقلون حق العصائر وما تكون وايد باردة فلازم يعاوضون بالفواكد تكون باردة هالأشياء أحسن من العصائر ممتاز في نصيحة أخيرة حابة شاركينا مع مستمعين أستاذة عايشة الحمادي أنصح المستمعين أنهم يستغلون شهر رمضان في تحسين العادات الغذائية وأن يستمرون فيها عقب شهر رمضان لأن أغلبيتهم تقريبا في شهر رمضان راح يتعدل إن شاء الله وايد من العادات الغذائية بس عقب رمضان خاصة أول أيام العيد الناس يرجعون على نفس العادات القديمة فلو يأخذون من هالعادات يستمرون عليها إن شاء الله راح نعيش بصحة بصحة عامة وتكون فوائد عظيمة للجسم إن شاء الله شكرا لك أستاذة عايشة الحمادي أخصائية التغذية في إداة التغذية السريرية في صاحبة بيها المداخلة عن العادات الصحية في رمضان شكرا لك حيبتيوا نهارة سعيد أنا أعرف شكرا مثل ما تفتو أستاذة عايشة أخصائية التغذية أعطتكم نصايح تمشي تقريبا مع النصايح اللي أعطيكم إياها كل يوم في صحة وسعادة ودائما نريد أن نقول التغيير مو صعب مو مستحيل أحلى نصح مع نفسنا أحيانا التغيير يعني لما نقول مثلا أنا متعود مثلا أنا أدخن أبسط يعني أكثر عادة أتوقع ممكن يستفيد منها نستفيد منها فرمضان وتخلص منها هي التدخين اللي قوح متعودين نصوم متعودين ندخن وصعب وكيف أهد التدخين دائما دائما لما تباعد تغيير عادة في نفسك ابتدي أقنع نفسك أن الموضوع مو صعب ومو مستحيل هذه أول خطوة إذا صعبت الموضوع عن نفسك مهما إحنا حاولنا أن نقنعك أن الموضوع بسيط بيكون صعب عليكم تقبلونا ثاني شي عندنا الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية عيادات الإقلاع عن التدخين حق الناس اللي تباعد تقلع عن هذه العادة عندنا العيادات التغذية حق الناس اللي تباعد تحسن نمط حياتها أو محتارة كيف ممكن تأكل الأكل في رمضان طبعا لأن الرمضان لأكل معين رياحة الأكل في رمضان رمضان حتى تتغير الأطباق اللي تنحط ممكن ما نشوفها طول السنة بس تكون محطوطة على المائدة الرمضان فما نبقى نحرم والناس ما تبقى تنحرم من هذه الوجبات اللذيذة اللي تحمل رائحة وعبق رمضان فأخصائت التغذية هي أفضل شخص ممكن يدليكم منها كم مفوض ناكل كم الموصبية من كل نوع ما رح تحرمكم من أي صنف لكن رح تعطيكم النصايح كم نقدر ناكل منها وصراحة مثل ما قالت أخصائيها عايشة عن الشربة والصلطة أنا عن نفسي كل يوم لازم شربة وصلطة ليش؟ لأنه فكروا فيها لو نمتدي بالشربة طبعاً تمر أو شي مع الروب بعدين شربة بعدين صلطة ليه ما تدخلون على قلب المائدة الوجبات اللذيذة الدسمة المقلاية السمبوسة والبكورة والهريس والثريد وأصدقائهم اللي ياسين حولينهم على المائدة ليه ما توصوا هناك؟ تكونوا تقريباً شبعتوا تحسوا أنه فعلاً معددكم وصلوا تقريباً النص وغير شي أنتوا فكروا الوقت من التمر لين الشربة لين الصلطة هذا تقريباً يكون مرة 10 دقائق أو 12 دقيقة والرسالة عشان توصل من المعدة إلى الدماغ بالشبع هاي هاي رسالة الشبع هذي تأخذ 20 دقيقة فتخيل أنت يكون عندك أقل من 10 دقائق أنه أنت أصلاً تأكل الباجي فهي أسهل طريقة شوفوا حينما قلنا بهذه الطريقة أنتوا ما تنحرمون من ولا شي ما حد قال لكم لا تأكل هذا أو لا تأكل هذا كل شي حطه على صفر قدامك ابتدي بهذا التسلسل بتلاحظون أوتوماتيكياً ممكن أول يوم تشربون شربة ومثلون ثاني يوم مستعيلين بعد فترة تتعودون لكم تشربون الشربة بالهداوة تخلصون طبق الصلطة بالهداوة تمضغونه جيداً عشان تستفيدون منه وبعدين تدخلون على أطباق رئيسية بتشوفون مع الأيام معددكم تصغر كمية الأرقام كمية أرقام الأصناف الأكل اللي تأكلونها أقل كمية الأكل نفسها بتقل وائد عندكم وهذا ما أحد قال لكم احرموا نفسكم من أي نوع أنا حي ما قاعد أقول لكم امتنوا عن أي نوع من أطباق الجميلة اللي محوطة على الصفرة جربوا هذه الطريقة جداً جداً تساعدكم فإن أنتم تقللون كمية الأكل وتريحون المعدة ترى فتخيلوا أنت للناس اللي تنش تصلي يعني تتسحر وتصلي تخيلوا فترة تكون صايمين فيها 17 أو 16 ساعة تكونون صايمين حي المغرب يأذن سبع المغرب فتخيلوا المدة الطويل اللي أنتم صايمينها هذه المعدة في هل وقت كلها يبسط مثل ما يقولون ما فيها أكل ما فيها أكل أبداً وأنت تفاجئونها بكمية الطعام فبهالتسلسل التمر والروب الشربة دف فيها شوية الصلطة تهيي المعدة شوي شوي اللي ما هو مقبل جربوا هالطريقة مبادرة راح تعجبكم راح تنشع عن صفرة الفطور وانتوا مرتاحين احنا راح نطلع فاصل بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع مهم بنتكلم عن مبادرة جميلة وهي هي مو مبادرة هي عبارة عبارة عن شيء جديد شيء جميل اللي هو تحقيق طبيب لكل مواطن راح نتكلم عن هذا الموضوع بعد الفاصل فبقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نقبل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة اذكركم ارقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وثيقة الخمسين اللي اعلن عنها صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوب المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس منشة الوزراء حاكم دبي رعاه الله تيمنا بمرور خمسين عاما على تولي سموه اول مسئولية في خدمة شعبه وان شاء الله ندعي لها بالصحة وطولة العمر وخمسين سنة ان شاء الله يشوف فيها الانجازات التي تحقق في ارض هذه البلاد هذه الوثيقة هي عبارة عن استشراف المستقبل اللي يريد سموه لشعبه وجميع افراد المجتمع وهي منهجية عمل واستراتيجية طموحة محددة الملامح والمسارات والتي تصل دبي الى حيث مبتغاها والى المزيد من التقدم والريادة في جميع المجالات البند الخامس من وثيقة الخمسين هو عبارة عن طبيب لكل مواطن هو عبارة عن هدف استراتيجي لهئة الصحة بدبي التي استنفرت جهودها من اجل تحقيق هذا الهدف الذي يرتكز على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع من قبل مئات الالاف من الاطباء والاخصائيين والمسشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم من خلال شركة خصصية عبر تطبيقات الحكومة الذكية طبعا هدفنا هو تغيير المنظومة الطبية لتقريب الاطباء تعميق الوعي واستخدام افضل العقول الطبية عالميا في خدمة مواطنين بنتكلم عن هذا البند الخامس بموثيقة الخمسين اللي وهو الطبيب لكل مواطن يصرنا يكون معانا ان شاء الله دكتورة حلان عبيد مدير إدارة مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في قطاع التنظيم الصحي صباحة شوار دكتورة حنان صباحة نور دكتورة اهلا فيك ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة وعلى كل من عندك ان شاء الله في التنظيم الصحي رمضان كريم عليك وعلى المستمعين كل حد ان شاء الله دكتورة حنان نتكلم أول شي شو هو البند الخامس طبيب لكل مواطن ونبدأ شوية عن هذا الهدف طبعا مثل ما ذكرتي هذا الهدف الاستراتيجي لهية الصحة في دبي هو من البند الخامس من وثيقة الخمسين مبادرة طبيب لكل مواطن والهدف هو تغيير المنظوم الصحية مثل ما نعرف خاليا إذا المريض حبي يزور الطبيب يروح لأقرب مركز صحي أو يكون عنده موعد لطبيب خصائي بس هذه المنظومة رح تغير كثير هذا الورق الحالي والنقلة نوعية وهذا يدعم طبعا برامج الاستراتيجية لهية الصحة في دبي 2021 ويدعم كذلك برامج الابتكار طبعا الهدف منه تمكين المواطنين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتكاملة في أعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وتقديم هذه الاستشارات الطبية عن طريق خدمات الرعاية الصحية عن بعد وهي التليهيلس وهذه الخدمات رح تكون باستخدام أفضل العقود الطبية سواء محليا أو آلميا وتنمية الوعي للمجتمع بالوقاية من الأمراض وتدخل مبكر للأمراض وذلك باستخدامات التطبيقات الذكية لهية الصحة في دبي طبعا تكون فريق متكامل لتطبيق هذه المبادرة بأعضاء من هيئة الصحة وعضاء من الشركاء الخارجين من ضمنهم مكتب دبي الذكي سلطة مجال دبي الطبية مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف واللجنة العليا للتشريعات طبعا مهام هذه اللجنة كثيرة من ضمنها دراسة الوضع الحالي للإمارة دراسة تقييم أفضل النماذج العالمية لتطبيق الخدمات الصحية عن بعض والحصول على أفضل السبل لتقديم هذه الخدمات سواء من التقنيات الحديثة أو من التقنيات الطبية وتطوير هذه النموذج لتقديمه للمجتمع طبعا من ضمن مهام هذه اللجنة أيضا تطوير الإطار التشريعي مثل ما نعرف رح يكون العلاج عن بعد أو الاستشارة عن بعد فنحتاج أطر تشريعية وكذلك نحتاج أطر لتنظيم هذه التقنيات وهذه الاستشارات فكان واحدة من المبادرات تحت هذه المبادرة هي تحديث اللائحة التنظيمية لخدمات رعاية الصحية عن بعد وإضافة بعض البنود المهمة لها مثل على سبيل المثال وصف الأدوية نعم كانت لأحاتنا القديمة الموجودة في 2017 لا تسمح في وصف الأدوية عن طريق الاستشارة عن بعض لكن الحين مع التشريعات الجديدة المحدثة رح يكون هناك وصف للأدوية هذا بالإضافة إلى تطوير المعايير الصحية لنعمل أطر لضمان سلامة المرضى نعم وطبعا هذا حسب الممارسات أفضل الممارسات الصحية والعالمية ممتاز دكتور حنان عندك قلتي كم تشكيل لجنة لتطبيق هذا البند الخامس طبيب لكل مواطن شو رح يكون دور اللجنة وين وصلت في عملها لتطبيق هذا البند طبعا عملنا ورش مختلفة سواء مع الشركاء الخارجين والداخلين وكذلك ورش مع مقدمي الخدمة مثل ما نعرف أن هناك فيه مقدمي الخدمة من القطاع الخاص عملناها ورش اجتمعنا كذلك مع المرضى الذين قدمت لهم الخدمة شفنا جميع النواحي درسنا جميع الممارسات العالمية حتى نضمن سلامة تقديم هذه الخدمات هذا بالإضافة إلى أن نحن عملنا عقود مع شركات استشارية هذه العقود سوف تتيح لهيئة الصحة تطوير أنظمتها التقنية والالكترودية هذا بالإضافة إلى تدريب أطباء الأسرة على تقديم مثل هذه الخدمة مثل ما نعرف أحنا كأطباء أسرة كممارسة طبية نحن نعالج المريض نفحص المريض يكون وجهاً لوجه صحيح هذه الممارسة ستكون مختلفة لذا نحتاج إلى تدريب خاص لهذه الأطباء حتى يقدموا هذه الخدمة على أمثل الوجه سيكون في تدريب خاص لأطباء الأسرة لتقديم مثل هذه الخدمات ممتاز دكتور حنان شو المبادرات أو المشاريع اللي بتطلع عشان تساعد في تحقيق هذا البند الخامس اللي هو الطبيب لكل مواطن طبعاً حالياً إحنا إطلاق هذه المبادرة رح تكون في شهر سبتمبر نحن يعني ما شاء الله على قدب وصاق يعطيكم العافية في جميع المبادرات الخاصة في هذا البند نعم طبعاً حالياً نحن انتهينا من اللائحة التنفيذية الآن في طور الاعتماد وانتهينا كذلك من أعداد المعايير المعايير الخاصة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد والآن في طور الاعتماد هذا الأطر التشريعية كذلك انتهينا من إعداد الشركات الخاصة في تدريب الأطباء وتوفير التقنيات المحتاجين للتطوير أنظمتنا كهيئة الصحة لبيت هذا بالإضافة اللحن بيكون عنا تواصل مع خدمات رعاية خدمات يعني في حالات رح توصل إلينا تكون حالات طارئة نعم طبعاً هاي الحالات الطارئة رح يكون بيننا تواصل مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشرطة دبي أننا نحول لهم الحالات والحالات الغير طارئة لهم رح تتحول لنا رح تكون بهذه الطريقة طبعاً هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ودعم اللجنة العليا للتشريعات ومدينة بلية الطبية لهذه التشريعات ولهذه المبادرات هاي جميع الأشياء التي نحن باقي نسويها حالياً ممتاز دكتور حنان أتوقع أن تقديم خدمات عن بعد للمتعاملين أو المرضى هو عبارة عن قفزة في عالم الطب أنه ليس لازم تكون الطبيب مع المريض في نفس الغرفة شو تتشوفين أبرز التحديات والصعوبات اللي ممكن تواجهكم لما تكون طبقهم مثل هذا المشروع طبعاً حالياً هناك أنظمة متكاملة في هيئة الصحة في دبي على سبيل المثال مثل الملف الإلكتروني الشامل طبعاً هذا رح يسهل علينا الربط بين الطبيب لكل مواطن بين اللي هو الكول سنتر أو مركز الإتصال مع الملف الإلكتروني الشامل للمريض هذا بالإضافة أننا لدينا منظومة أخرى هي منظومة الضمان الصحي وهي سعادة التي تغطي المواطنين هذا بعد رح يسهل عملية أننا جميع المواطنين رح تكون الخدمة مجانياً لهم هذا بالإضافة إلى أن هناك تقنيات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي مثل برامج الرعاية الصحية الأولية برامج زيارات المنزلية طبعاً هذا رح تكون خدمات متكاملة التحدي الوحيد الذي نحن نواجه هي تحدي الوقت يعني مثل ما تعرفين لما نطور الأنظمة الإلكترونية وندرب الأطباء ويكون الأمور يعني متماشية شوي يحتاج لنا شوية وقت بس مجرد عامل وقت عامل لنا شوية ضغط بس إن شاء الله نحن نتعدى هذا التحدي وإن شاء الله الزملاء في اللجنة أو الزملاء في القطاعات المختلفة من قطاع رعاية صحية من المؤسسة دبي صحية من القطاعات الاستراتيجية كلهم ما شاء الله متعاونين في تحقيق هذا الهدف ممتاز ما تحسين دكتور حنان أنه ممكن يكون في تحدي من ناحية المتعاملين نفسهم إن المتعامل يتعود إنه ييه ويشوف الدكتور ويقعد معاه ويفحص بالسماعة فهو نقلة هذه إلى التطبيب عن بعد كيف ممكن كيف فراج ممكن نتخطى هذا التحدي نفسه أو الصعوبات طبعا هذه يعني هذه واحدة من التحديات ولكن نحن خلال الفترة الجاية إن شاء الله وعبر منبركم نوعي المجتمع أن هناك خدمة مثل هذه الخدمات رح تكون متوفرة للمواطنين طبعا رح تكون هناك حملات إعلامية سواء عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق التلفاز عن طريق منبركم لتوعية المجتمع عن توفر هذه الخدمة لهم طبعا هذه الخدمة رح توفر لهم الوقت رح توفر لهم خدمة يعني ذات جودة عالية بعضا طبعا المواطنين احتمال يشوفون أنه لازم مثلا الطبيب يمسكه أو يقعد معاه نحن شفنا كل الدراسات الدراسات العالمية يعني خاصة الأمراض اللي هي الأمراض المزمنة يعني شفنا أن كفاءة العلاج سواء عن طريق تطبب عن بعد أو عن طريق الفيس توفيس اللي هو الوجه للوجه هي متساوية فهناك فائدة من أن الطبيب يكون متواجد في كل الأوقات وعلى يعني وصول إليه بسهولة غير أنه ينتظر إلى موعد احتمال يتأخر في العيادة احتمال يعني احتمال يكون في صعوبة بالطلع من العمل بيكون لها أسهل أسهل وأسرع ويوصل إلى الشيء اللي هو يبقى طبعا في حالات لا تعالج عن طريق التطبب عن طريق خدمات الرعاية الصحية عن البقر صحيح طبعا هذه حالات الطارئة نحن ما نعالجها نحولها للإسعاف أو للمستشفى مثلا الحالات المعقدة أو الحالات التي تحتاج فحص كلينيكي هالحالات اللي احنا ننصح المريض أن يتوجه لأقرب مركز صحيح لديه ممتاز شكرا لك دكتورة حنان عبيد هذه المداخلة عن البن الخامس من الاستراتيجية اللي هو طبيب لكل مواطن وإن شاء الله نأمل أن يدخل حيز التنفيذ قريبا إن شاء الله ونشوف الناس تحصل على الخدمات الطبية عن طريق تطبيقات الذكية شكرا دكتورة حنان ونهارج سعيد شكرا شكرا طبعا هذه مبادرة طبيب لكل مواطن يوم بتتطبق إن شاء الله أو حدث قومة تتطبق لما نسوي عليها التجارب العامل الأساسي فيه هو أنتو كمتعاملين كمتلقيين الخدمة نحن نتوقع طبعا من كديد تطبيق رح يكون فيه معارضة والناس رح تحتاج وليش لازم أنا تشوف الدكتور لازم دكتور يفحصني طبعا أي شي جديد ما في حد يتقبل الشي الجديد دائما الناس تحب الشي اللي تعودوا عليه دائما وزيارة العيادة نفسها والقاعدة مع الدكتور والممرضة وهذه رحلة المتعامل في العيادات الناس تعودت عليها وصار جزء من حياتهم يعني يحسون مثل ما يروحون مثل مثلا يروحون الجمعية وروحة العيادة صارت صارت جزء من حياتهم يعني يعني تعودوا على الانتظار هنا قبل قبل ما يشوفوا الممرضة الانتظار قبل ما يشوفون الدكتور تعودوا على وجودهم في المراكز الصحية لكن أكد لكم أن خدمات التطبيب عن بعد تراها رائعة وليخدمتكم أنتو يعني تخيل أنت تكون قاعد في البيت كثير من الأحيان يدخل لنا المريض طبعا مثل ما قال دكتورة حنان أي مولكي للحالات الناس المريضة والتعبانة لا لازم تيلي العيادة لكن كثير من الحالات يديش علينا متعامل بس يبقى استشارة يعني حتى ما في فحص استشارة مثلا يسألنا مثلا دكتورة بسافر الحج متأخذ التطعيم دكتورة مثلا أنا ولدي دائميش كبطني عورة شو تنصحين شو أطلب لها تحاليل تطلب مثلا واحدة دكتورة بس أبطل تحاليل أنا بس أبطل تحاليل أتشيك عن نفسي عندي مثلا جفاب بسيط في الجلد اكتبوا لي كريمات هاي مثل هالحالات أو مثلا نتاج التحاليل حتى نتاج التحاليل طالعة تحليل دم عادي بسيط تحليل هموغلوبين أيون العيادة ويت ريون عشان بس نقولهم نقول لهم التحليل طبعا نتاج التحليل تكون موجودة عبر تطبيقات ماي تشارت ماي تشارت هو تطبيق الذكي التابع لهيئة الصحة بتبي اللي ترومون وتشوفون فيه نتاج التحاليل مواعيدكم الياية وانا شجعكم كلكم انكم تسجلون فيه قبل كان التسجيل فيه شوية أصعب وأطول لازم تروحون للعيادة ويعطونكم ورقة في الخطوات ويعطونكم اتوقع مثل باسورد أو شيء الحين الوضع وايد أسهل تدخلون على طول على موقع الهيئة dha.gov.ae وتلاقون رابط ماي تشارت استجلون فيه يصلكم رمز التفعيل أو التأكيد على رقم الهاتف المسجل في النظام وتفعلون وتستفيدون من الخدمة تلاقون كل معلوماتكم موجودة في ماي تشارت أنا شجعكم كلكم انكم بيتستخدمونا فلكن مع وجود بعض التحاليل نتاج التحاليل في ماي تشارت وغيرها في كثير من الأحيان واحد يشرح له يعني متعامل يريد أن يشرح له مثلا شو يعني هذا رقم نازل شو معنى هذا رقم طالع شو مفوض أسوي تاليا فلهالنوع لهالنوع من الطلبات أو لهالنوع من الاستشارات يوجد التطبيب عن بعد ما في داعتي العيادة طبعا أثبت علميا وفيه وعلى دراسات إن كل دخل للمتعاملين للعيادة وحتى إحنا كل مرة ندخل العيادة فنحن نكون معرضين لمجموعة من الجراثيم والبكتيريا اللي تكون موجودة أصلا ويكون يحملها متعاملين آخرين لاحظوا تكونوا قاعدين في الانتظار هذا يكحوا هذا يعتص هذا كله ينقل وينشت جراثيم في الهواء أنتوا تستقبلونها وممكن الدش العيادة اليوم عشان استشارة طبيعي عادية نفسها بعد أسبوع ترجع بزيشام أو تكرمون إسهال الأوية في البطن أو أي أن كان لنكم خذتوا من العيادة من المتعاملين الآخرين فإن شاء نأمل أن هذا المشروع يدخل حيز التطبيق ونشوف كثر رح يسهل عليكم حياتكم والحين من شاء الله خصوصا دبي أنا دائما لما حط على حساباتي في وسائل التواصل التطبيقات المختلفة لأستخدمها الناس استغرب يقولون أنتوا في دبي كيش يوصلكم البيت الحمد لله عن نعمة الأمن والأمان والحمد للخير اللي إحنا قاعدين فيه كل شي يوصلك للبيت ما أعتقد فيه خدمة ما توصل للبيت كل شي من لوندري لثياب من تغسير سيارات كل الخدمات من تطبيقاتنا فليش ما نرتقي بالخدمات الصحية ونجعلها أيضا إلكترونية نعم نستطيع ننسويها الشيء وإن شاء الله إن شاء الله بالحيال لها ذاك العمر لما تطبق هذا رح أذكركم لما قلت لكم ليش ما نسوي خدماتنا الصحية عن طريق تطبيقات عن بعد رح تسهل حياتنا كثيرا وإن شاء الله رح تأيدوني في ذلك الوقت إن شاء الله نحن وصلنا لختام برنامجنا أو برنامجكم أصلا برنامج صحة وسعادة أتمنى لكم خميس ونيس نهاية أسبوع جميلة أهم شيء اليوم بعد ما نبصم خروجنا من الدوام نترك كل هموم الدوام في الدوام ونستمتع بإجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة وإيجابية عشان نبتديهم من الأحد اللي يحبه كل أحد بطاقة إيجابية طاقة كبيرة ونقدر ننجز في عملنا هذه نصيحة الوحيدة اللي الذهبية اللي أعطيها لكل حد وصدو المحط بقى إلا حسب الفرق لا تفكروا بالدوام خلال الإجازة فكروا فقط كيف تستمتعون وتجددون طاقتكم عشان نرد بطاقة أفضل شكرا لك عيسى سبيل في الإخراج شكرا لك ميرا اللي كانت معاي في التنسيق وكانت هذه محدثتكم دكتورة نادة الملة إن شاء الله كنت خفيفة عليكم عن هو على مدى تقريبا ساعة كنت خفيفة عليكم واستفدتم من محتوى هذه الحلقة وإلى أن نلقاكم إن شاء الله الأحد اللي يحبك الأحد أقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي